يومين كنا بنتكلم مع المهندس أحمد ويلي في التليفون على القضية بتاعة هوجبول طيب هل هوجبول هي أول وسائل النصب الإلكتروني؟ لا طب هل هي أخيرها؟ برضو لا طب هل النصب الإلكتروني هو حالة أو طريقة واحدة ولا هي أكتر من طريقة؟ طيب والاختراقات وكل الحاجات أصلا أنت ممكن ما تبقاش مشترك ولا بيتنصب عليك عن طريق تعالى ونجيب لك بيتكوين وهنعمل وهنساوي لا وأنت ممكن يبعط لك صورة ويبقى فيها إمبادة فايل ويتفتح التليفون بتاعك ويتعرف الباسويت ويتعرف رقم الحساب يعني ممكن تلاقي نفسك فجأة صحية الصبح مفيش الأول خلوني أرحب بالموانس أحمد ولي أهلا بيك أهلا بيك ونورنا أهلا بيك وسنين اللي أنا بقوله ده بيحصل بيحصل طبعا بيحصل كل يوم وفي كل مكان إلى هذا الحد أه طبعا النصب الإلكتروني زاد جدا خصوصا بعد فيروس كورونا لما الناس قعدت في البيت والاعتماد على الأونلاين بيزنس زاد جدا فطبعا كل ما حاجة بتزيد كل ما بيظهر المستفدين من وراها سواء مستفدين بشكل قانوني أو بشكل غير قانوني فطبعا الموضوع زاد جدا الناس بقت تشتغل بانكينج أونلاين بقت تشتري أونلاين بقت تحط الكريدوت كارد بتاعها على الموبايل بشكل مكاشف تحطه قبل كده فطبعا كل ده أغرى الناس اللي هي عندها نواية غير سليمة أنها تشتغل أكتر طيب أنا ساعات بشوف قدامي حالات كتير أنه مثلا بيبقى الشخص نفسه يوسف مثلا رجل غير سيء أنية على الإطلاق وبيخش على تطبيق مثلا زي تالي جرام فيلاقي فيه مش عارف مجموعة ولا منتدى اللي شعب بيسموها إيه وأصل فيها مش عارف واحد اسمه شعب أبو زيد أبو خالد أبو علي أبو يوسف أبو مصطفى ويقول لك والله أنت تقدر بتشترك في المجموعة بتاعة الواتساب المحدث بتاعنا طب تعالي احنا هندي لك نسخة تشات جي بي تي من غير ما تطار تجيب رقم أمريكاني وحاجة زي كتا أنا لما بلاقي صحابي بيتكلمه في الكلام ده أنا بتخضر له ما يا جماعة وانت تعرفوا الناس دي مين؟ لا طب أنت ما تضمن أنه كل اللي هو عامله ده واللي أنت فاكر أنه أنت مستفيد هو مش طالع من وراء فايدة وإنه هتطلع بفايدة ايه؟ فهمني أنا يعني محق في إحساسي واستشعاري بالخطر ولا الحاجات دي عادي نعم محق جدا طبعا هو مبدئيا الانترنت فضاء مفتوح وعمرك ما تصق في أي حد على الانترنت ده ما دي قاعدة كده لازم تحطها في بالك وانت دخل الانترنت أي حد ما تعرفوش اعتبره شخص غير مصصوق فيه تماما الشخصات الاعتبرية على الانترنت دي ايه واعتصق فيها سواء بقى هيبتزك ماليا هيبتزك أخلاقيا هيبتزك هيديك فايل والفايدة لازم حالك قلت يطلع فيه فيروس ويخش على الموبايل بتاعك يخلصك على كل حاجة فمبدئيا أي حاجة على الانترنت لا تصق فيه تماما ولا تصق في واحد يقولك أنا هديك فلوس بأي شكل من الأشكال يعني احنا مثلا الأشكال بتتغير سواء بقى هوكبول سواء انتكسبت في مسابقة سواء أي شكل الأشكال بتتغير لك في الآخر المصطلح واحد أنا هديك فلوس ما فيش حد ما يعرفكش هديك فلوس وما فيش حد بيكسب في مسابقة المسابقة دي ما حد يستمع عنها لتلاقي طائعات في واحد يقولك أنت كسبتوا في مسابقة دي نبقى كريد كارد بتاعك عشان أحاولك فلوس ما حدش بيحاول لحد فلوس على الانترنت وما فيش حد بيديك فلوس كده للوجه اللي فلا تصق تماما في أي حاجة من الحاجات دي الأساليب بتطور أنا أتذكر مع ظهور النسخة التانية من الانترنت بدأت واستخدامنا للإيميل بدأ يجلنا زمان رسائل إيميل شهيرة كده يقولك أنا فلان الفلاني أنا مدير بنك مش عارف فين في أمريكا اللاتينية في إفريقيا في جنوب شرق آسيا وحصلت مشاكل سياسية زي ما أنت عارف وأنا دلوقتي عندي في حسابي عشرة مليون دولار فأنا عايز أحول لك خمسة وهتدي لي منهم اتنين ونص وقصة كده عشان في الآخر خلص يقولك معكش بقى ميت دولار علشان إجراءات التحويل وهب بخ طبعا هل حرك تعرف أن الميل اللي حرك شايفه من السازج ده في ناس كتير قوي بتتجاوب معاه يعني حرك شايف أن الميل إيه ده ما أكيد نصد يعني أنا أقرأ الحاجات يقول إلعابت ده طبعا في ناس بقى بتقع في التخذة وهم عارفين كده يعني اللي بيبعث الميل ده هو مش بيستهدفني ولا بيستهدف حضرتك ولا بيستهدف الناس المتوسطة الوعي في العالم هو عارف أن في ناس ضعيفة الوعي على مستوى العالم هو دي الناس اللي بيستهدف هو عارف أن الناس هتشوف الميل ده وتضحك وتقفله لأن في حوالي 4% بتتفاعل مع الإيميلز دي 4% على مستوى العالم هو مش محتاجة غير 1% لو 1% تفاعل مع الميل وسدقه ودفع له 100 دولار هو كسبان لو لمله في اليوم 100 دولار 200 دولار موضوع بالنسبة له ظريف جدا في ناس بتتفاعل ترجمة نانسي قنقر